سلام اليوم يا شاب راح نشوف اكثر من مقطع المقطع الاول فكرتها بكل بساطة ان صاحبنا راح يسوي سيارة لاند كروزر بالخشب بالخشب راح يصنع السيارة فراح نشوف ان شاء الله اكثر من مقطع اكثر من السيارة راح يسويها فاول احين سيارة عدنا مثل ما شفتوا خطط على الخشب نفسها ما زال قاعد يخطط يقص طبعا اكيد الشغلة والشي اللي راح يسويه مو شي بسيط اتوقع هي الاربعة هي الاطارات هي الابواب اذا ما خاوضني اكتمال يعني اوكي ما زال قاعد يحاول ياخذ الشكل حق السيارة اوكي هاي التخطيط اللي سواه احس الشي اللي وقع يسويه فعليا شي صعب لكن في النهاية ان شاء الله بيستوي بيكون شي رهيب اوكي جهة برتبان ملامح برتبان ملامح ححيم بدأ ينحت اكثر هي مقدمة السيارة قاعد ياخذ الشكل عشان يقدر يضبطه شال قاعدة شال كل القطع وما زال ينحتهم يحاول نيطلع فيهم بافضل شكل ممكن طبعا خطأ واحد لازم يعيد كل اللي سواه او على الاقل راح يعيد نفس القطع اللي سواها من جديد وبعد يظل هذا الشي متعب ابدا مو شي بسيط مقدمة السيارة والشعار ما اعرف كيف يضبطهم مئة بالمئة حس صعب لكنه فعليا نقع يسوي هذا الشي المقطع ترى مسرع وانا مسرع لنا اكثر شوفوا كيف انزين ركب قطع يجاهز الشعار حق تيوته هاي شنو بالضبط المقدمة ولا وين بالضبط اه هاي الورا هني اللوحة توقع بتكون V8 يحاول يتأكد من كل شي هو يسوي كل شي يدوي اوكي يستخدم الآلات لكن هو يستخدم بنفسه يعني مو آلة تسوي لحالها خلاص مبرمجة وتسوي لا هو يسوي بنفسه حتى نحتة الباب رهيب رهيب نحيب سواها وضبطها نايس انا ما ادري بيصبغ باعه ولا ما بيحتاج ولا بس الفكر ان يسويها بالخشب اتوقع بس بالخشب ما نحتاج يصبغها لانا يظل الحين هو الشي اللي قاع يسويه في شي خارق يصبغها ليش خلت منها خشب لحين قاعد يكمل اكثر من شي قصة نفس الشي بالضبط كبير دقيقة برتمال ملامح بشكل اكبر بعد ما تعب ماشتغل بشكل كبير بدأ يركب السيارة انا عم اضطرنا نستخدم براغي وبعض الاماكن لانه محتاج هذا الشي هو ركب الباب ركب الباب اللي بعده اوكي نفس الشي دي رايش نفس الموضوع الخلف باقي ركب الاطارات رحيب التفاصيل اللي سواها خيالية خليل اطارات هذا اول اطار متخيلين ان كل اطار بيشتغل عليه بنفس الموضوع ولازم يخليهم متشابهين فاساتر كل اطارات سواهم واحد وراء الثاني اوكي قصاهم بنفس الطريقة اللي هو يبيها متعب 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 جدا خلاص ركبهم وبلا يركبهم بلا صح يركب القواعل وحين يركب الاطارات نفسهم فعليا تحسها السيارة الحقيقية لكن شنو لكنها خشب بس يمركب الجنوت طبعا ما في شي ملون نهائيا كلها خشب خشب ركب قدام علو الانوار بس يعني حط بعض الاشياء البسيطة حط الانوار حط الكلمة وراء وهذه السيارة تقريبا جاهزة رهيبة تعب على الشيء وسوى اسطوري هذه في النهاية لان حتى الكاميرا مسوي لها مكان رهيب من ناحة اسطوري خلونا نروح للسيارة اللي بعدها والسيارة اللي بعدها راح تكون باذن الله هي سيارة البوغاتي ان شاء الله تكون ان شاء الله بعدها تكون شي ممتع يلا بسم الله نشوف مع بعض بدأ بطبعا خشبة كاملة طبيعية جاب السيارة صورتها قصاها وبدا يخطط من صورة عادية ترمو مخطط عادي اخذ صورتها ورسم اوكي الصورة مهتزة ما يبان شي خلاص تقريبا الهيكل مرسومة الحين لكن الهيكل مو كل شي بعدنا حين الارضية اوكي اوه صح لازم ما ننسى السيارة هي فيها تفاصيل جدا كبيرة فممكن يكون الوضع شوي متعب بنشوف مع بعض وشو يسوي ما زال يضبط الوضع المقدمة حقه البوقات المشهورة بده ينحط اوكي نحط قدام وبيحط المقدمة السيارة وبعد مقدمة السيارة بتحتاج نحط نتكلم عن سيارة رياضية فيها فيها تفاصيل جدا كثيرة الجهة الخلفية كالعالة مثل ما قلت لكم خطة بسيط حبيبي عيد كامل اللي سويته كله نفس الشيء قاعد ينحط اوكي حاليا وصل لمرحلة متقدمة بدأ الشغل على المقدمة بعد الرسم كافو ننزل المقدمة حين كيف بصير وضعها كيف لا يسوي الشبك اوكي سوي الشبك بنفسه بتخيلين قاعد يسوي الشبك بنفسه مو بس رسم لا نحت كامل أنا خبسي غلط بسيط وتروح عليه للحين كل الشبك بيسوي بالطريقة هذي بشا يدوية اوكي تفاصيل كثيرة سواها المقدمة و شوفو شوفو كيف لا 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 مجنون هذا مجنون هذا مجنون هذا في عالم ثاني شوفو كيف هذا في عالم ثاني الرجال هذا باع جهز الباب ما زال في تفاصيل سويها الباب شوفو كيف سوا من ولا شي سوا الباب وبعال في تفاصيل سويها يا ساتر يا ساتر هاي السيارة الباب الجناح الخلفي كل شي ركب ركب الابواب ركب مقدمة السيارة وركب الجناح الخلفي خرافية لا يكمل ما يحتاج خرافية طبعا لطارات ضبط لطارات خلاهم كلهم مثل الشي بيحتاج يسوي الرسمة هذي عليهم مشان الجنوط بس طبعا نحاول يسوي كان إطار حقيقي لكن مملون أو خشبي بني يركب الإطارات شي خارق ركب مرة ثاني الجناح الجناح طبعا تقير الدخل أو الطلعة ركب فوق الأنوار الشعار قدام شيء أسطوري أسطوري أهني على الشغل الرهيب هذا يا ساتر والله مجنون يا حبايب هذا مقتنع بشكل كامل لا تنسوا كلكم تشتركون في قناة الرئيسية الرابط موجود تحت في الوصف وأيضا الإستقرام موجود تحت نشوفكم على خير مع السلامة اللايك أمره مهم ضقه ولا تهتم نضم لجيشنا الخرافي إلي وقال أنه فخم يسيطر على أمم هذا جيشنا يا عم ولس يا دسطورة تتنقل على كل فم اشتراك تنضموا هذه أسهل وسيلة قنال الصغار والكبار وتعتبر جميلة تقدر تشترك في لحظة تراهي ما هي حيلة